بحث مجلس بلدية الشمالية في جلسة اليوم فكرة التعاون الذي سيتم مع مجموعتين من الجامعات لتقديم دراسات والبحوث الخاصة بتطوير العمل البلدي لتكون المقترحات التي يتقدم بها المجلس على أسس ثابتة حيث تتولى تلك الجامعات تقديم مجموعة من البحوث المتخصصة في الشأن البلدية وتمت منقشة الفكرة مع أربعة عشر جامعة بل أربع جامعات من أصل خمسة عشر جامعة تمت مرسلتها في وقت سابق حيث أبدأت الجامعة الأربع رغبتها في التعاون وتقديم هذه الدراسات مع المجلس وإلى ذلك طالب المجلس بالإسراء في تفعيل ألية تخليص معاملة السيارات المهجورة المعروضة للبيع كما نقش المجلس أزمة الكلاب الضالة في المنطقة الشمالية وطلب بسرعة إيجاد الحل الملأم لهذه المشكلة هذا ووفق المجلس على مقترح لجنة الفنية بعمل أشكاك للبيع في الحدائق وتأجيرها أيام العطل الأسبوعية والرسمية على اعتبار أن هذه الأشكاك تساهم في توفير الخدمات وبضاع بأسعار مناسبة للمواطنين ومن جانب آخر يقدم هذا الاقتراح المساعدة للمتقعدين والعاطلين في إيجاد دخل إضافية مشددين على ضرورة العمل على الإسراء بتطبيق هذا المقترح وتقديم نموذج لتنظيم عملية الأسواق المتنقلة